هذا جليبيب عبد قصير اسود افطس دميم قبيح فقير رث الثياب يشرب بكفيه من المياه الجارية او يغترف من الابار يأكل كسرات خبز ان وجد فان لم يجد يطوي صائما ينام وفراشه الارض ولحافه السماء وليس له من مخد الا عليه في فناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يمر يوما والنبي عليه الصلاة والسلام جارس بين اصحابه ينظر الى هذا الرجل جليبيب بهذه الحالة قال اتعرفون من هذا واذا باغلب الصحابة لا يعرفون اسمه لا يعرفون اسمه ان حضر لم يعرف لم يدعه ان غاب لم يفتقد ومن من الذي يحفظ اسم رجل كهذا قال انه جليبيب ثم ناد به يا جليبيب الا تتزوج فنظر الى النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفجع لم يتأوه لم يقول يا رسول الله ما عندي دنيا ما عندي مال ما عندي انما ما زاد على ان قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يزوج جليبيبا في الدنيا ولا مال ولا جاه يعرف ان الناس ما زالوا يحكمون بهذه المقيس انه ينتظر زواج الاخرة قال ومن يزوج جليبيبا في الدنيا ولا مال ولا جاه تركه النبي عليه الصلاة والسلام وفي اليوم الثاني ناداه وهو يمر يا جليبيب هلا تتزوج قال يا رسول الله صلى الله وسلم ومن يزوج جليبيبا ولا مال ولا جاه في اليوم الثالث قال يا جليبيب هلا تتزوج فالتفت مستغرب من نداء النبي صلى الله وسلم قال قلت لك يا رسول الله صلى الله وسلم من الذي يزوج جليبيبا ولا مال ولا جاه قال يا جليبيب اذهب الى بيت فلان الانصاري واخطب ابنته وقل ارسلني رسول الله صلى الله سلم ويقول لكم زوجون ابنتكم وكانت الفتاة من اجمل نساء الانصار من اجمل فتيات دور الانصار فذهب جليبيب وطرق البي ارسله النبي عليه الصلاة والسلام قال يسلم عليكم عليه الصلاة والسلام ويقول زوجون ابنتكم فقال الاب يا جليبيب لا مال ولجاه كيف نزوجك وصاحة الام لزوجها ايزوج جليبيب وهو على هذه الحال ولا مال ولجاه وابنتنا في موقعها وموضعها الذي التي هي فيه وتسمع الفتاة المؤمنة فتاة العقيدة فتاة التوحيد فتاة القرآن والسنة فتاة قيام الليل ليست فتاة الدشوش وفتاة التلفاز وفتاة قارعة الطريق والمنتزهات والمحلقات تسمع الفتاة المؤمنة فتصرخ بوالديها من الداخل كيف هذا اواتردان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني اجزت زواجي واني قبلت به زوجة قالوا يا ابنتاه انظريه انظري شكله انظري هندامه انظري ثوبه لا مال ولا جاه قالت والله لا ارد خاطبا ارسله النبي عليه الصلاة والسلام ويحضر لعرسه تلك الليلة وبينما بينما مراسيم الزفاف على بساطتها تعقد اذ بمنادي الجهاد يصرخ في الخارج يا خيل الله الكبير يا خيل الله الكبير واذا بجليبيب رضي الله تعالى عنه يترك عروسه في زينتها في حلتها في ارق واعذب واجمي لحظة وصال ما بين رجل وامرأة ليلة الزفاف واذا به يسحب يده وكأن عقربا لبغت وينطلق كالسهم من الرمية ويلتحت بصفوف الجيش نحو الغزوة ويقاتل مع الذين يقاتلون وتنجل المعركة ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويتفقد اصحابه من الشهداء فيعدد الصحابة كل الناس الا جليبيبا لا يذكره احد قال الا تفقدون حبيبا قال من قال افقد حبيبي جليبيب افقد حبيبي جليبيب ويبحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيجده وقد تلوث بالدمي واصيب بجراحات بليغة وصار وجهه من طيل الارض وترابها فينفض عن وجهه ويضع رأسه على فخذه الشريف قال جليبيب جليبيب قتلت سبعا من الكفار ثم قتلت انت مني والمك انت مني والمك انت مني والمك ثم اشاح برأسه صلى الله عليه وسلم يمينا قال اتدرون لما اشحت بوجهي قالوا لما يا رسول الله قال والله رأيت زوجاته من الحور العين يتسابقنا الى احتضانه يتسابقنا الى احتضانه واعرفه رجلا غيورا فاشحت بوجهي حتى لا يغارب جليبيب لا مال ولا جاه ونحن نحن بكل جاهنا بكل مالنا بكل حللنا بكل مالنا ماذا فعلنا يا ايها الحبيب ثمنك وقيمتك حبك لربك اتباعك لنبيك تعلقك بدينك خدمتك لرسالتك لا تزدري نفسك لا تنصت الى اولئك المخذلين لا تنصت الى ذاك الهمس الشيطاني الذي يقول لك من انت وماذا يمكن ان تصنع لا لا تزدري نفسك وكن جليبيب وقتك فما احوج الدين الى امثال جليبيب ما احوج الاسلام الى امثال جليبيب الى اولئك الذين يتحركون غمارا اغمارا ان حضروا لم يعرفوا وان غابوا لم يفتقدوا ولكن اذا نادى المنادي يا خيل الله اركبي كانوا في الطليعة ومنذ اعوام وحقود تنادي الرسالة بكل جراحها تنادي العقيد بكل الامها ينادي المقدس ينادي الاقصى تنادي دماؤنا وعراضنا يا خيل الله ولكن لا خيل لله تركب لا خيل لله تركب لا خيل لله تركب الهي خذنا اليك الهي خذنا اليك الهي ما عدنا نريد هذه الدار ما عدنا نريد هذه الحياة ما عدنا نريد ها انهض يا حبيبي انهض من رقاده قبل فوات الاوان الحور على ابواب السماء تنادي كن الخاطب كن الراغب كنت ليبيب وقتك ولا تباني بكل الجبناء ولا بكل الاعداء ولا بكل الخوانة ولا بكل كطاع الطريق وما احوجنا الى امثال جليبيب ما احوجنا الى امثال جليبيب عرفتم الفرق يا سادتي عرفتم الفرق بين ماضينا بين ماضيه محاضرنا ان ذاك الماضي صنع بامثال جليبيب وعبد الله بن عمر بن حرام وعبد الله بن جحش وسعد بن ابي وقاص وعمر بن الخطاب وبكر الصديق بكل تضحياتهم بكل بذلهم بكل بكل ما قدموا بكل ما فعلوا وياتي ختام احدهم لكي يبكي ذنبه يبكي يحيبه يبكي خطيئته فماذا نقول نحن ماذا نقول نحن ولا حول ولا قول بالله